الزمالك في حالة عدم اتزان فني واضح من ثلاث مباراة ويمكن منكسر ربطة كمان ولا الزمالك عنده مباراة مهمة جدا قدام الوداة اليوم جدا أنا قلت لو على مستوى التشكيلة ولو على مستوى الجهاز الفني وما بصناش للمستوى الماضي للزمالك الزمالك ممكن يكسب المباراة ديات يعني لو هيبدأ صفحة جديدة على مستوى التشكيل والجهاز الفني لو كمل على المستوى أكيد مش يبقى فيه نتيجة إيجابية ده حقيق المفروض ازاي كارتيرون يتعامل مع الموقع ازاي يلم الفرقة ازاي التشكيلة تبقى مناسبة عشان يلعب قدام الوداد مباراة كبيرة في كازابلانكا والمفروض يكسبها المشكلة مش في الفرقة المشكلة في كارتيرون نفسه كارتيرون مش مركز بقى له فترة كارتيرون بصص لحتة تانية ومش مركز مع الفرقة قوي الزمالك بيلعب أحلى كرة يعني انت لو بصيت في مصر دلوقتي أهلي الزمالك بيرامنز اللي بيلعبه كرة حلوة الزمالك بيوصل كم مرة للجون عشرين خمسة عشرين مرة وده مفيش فرقة توصل بالعدد ده معرفش بقى اللعيبة الثقة رايحة منها ما بيجيبوش جوان في دلعة شوية في لامو بلا شوية من بعض اللعيبة وده دور بقى الكباتين الكبار في الفرقة سيبك من كارتيرون ده دور شيكبالا محمود علاء عبد الشافي عبد الشافي